عايزة أنبه في الأول أن ممكن ناس تقول ما إحنا سمعنا الرسالة دي من سنة أو من سنوات وما حصلش حاجة أيوة هو فيه توقيت إله فالكتاب بيقول في بطر الستانية لا يتباطئ الرب عنه عليه كما يحسب قومنا التباطئ يعني أنت فاكر أنه هو بتأخر لا احسبوا أنات ربنا خمالاص يعني هو أعطي لك فرصة مش متأخر وعارف المعادل اللي هيجي فيه بالزبط وبرضه قديس بطرس التانية أصحح ثلاثة فبما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تقوم هيجي وقت العالم ده هنحل حتى كان زمان بعرضه الكتاب يقول لك العناصر تنحل لا لا يمكن العناصر الكلام ده من خمسين سنة بعد كده اكتشفوا أنه ممكن العنصر ينتحل والقنبلة الهيدروجينية بما أن هذه كلها تنحل أي أناس أنا بقول لنفسي أي أناس يجب أن تكون أنت أميل في سيرة مقدسة وتقوى ومش بس كده منتظرين وطالبين صرعة مجيء أنا نفسي أكون مشتاء نفسي أكون من الناس اللي مشتائين فأقول إمتى تيجي يا ربو وحشتنا منتظرينك كنت أفتكر عن خادم أنا مع صرتوش اسمه مرقص عبد المسيح كان من العابرين كان ييجي يصلي بالليل يقول أنا مستنيك الللادي يصحى الصبح يصلي يقول ما جتش الللادي أنا مستنيك النهاردة أنا نفسي أبقى مصح صح منتبه منتظر بما أن هذه كلها تنحل أي أناس يجب أن تكون أنت أميل أنا أقول لرسالة لنفسي وأرجوك عزيزا مشاهد خد ومش بس منتظر عارف أنها ساعة لنستيقظ لكن كمان طالبين يلا بقى يا أسو وحشتنا وحشتنا منتظرينك إحنا محتاجين نفوق قرر الأول موقعك أنت من الخراف اللي بتسمع صوته اللي بتنفذ مشيئته اللي تغيره وبقوا شبه المسيح وبقينا مسيحيين بالحقيقة أبونا اللي كان راعي لنا في أول معهد مشهورة في مصر قال لنا تعرفين ليه الناس اللي حوالينا مش مسيحيين حتى الآن ليه يا أبونا قال لسه مشوفوش مسيحيين حقيقيين يعني الكنيسة مزحمة والمئات وربما الألاف يتزاحموا في الكنيسة ومش مسيحيين مش عايشين مسيحيين الحياة تظهر بين خارج الكنيسة بتعامل إزاي معنا فينا مرة أسقف زرنا وقال لنا ما تفتكروش 300 واحد دولة كلهم اتناولوا ليه سيدنا كلهم اتناولوا لا مش كل اللي اتناول اتناول ازاي يعني اللي أنا هقول لكم مش انتوا عارفين حادثة نازفة الدم المسيح وقف وقال من لمسني حتى التلاميذم الصغربين كل هذا الجمع يزحمك كله لمسك لا مش كل الناس لمستني في ناس لمستني قوة خرجت مني وفي ناس لمستني وليسوا مسيحيين بالمرة فإنها الآن ساعة لنا السيخ أنا لازم أحدد موقفي أنا محتاج ونشكر ربنا إن ربنا فاتح أحضانه زي ما أنا بحب في صلاة السواعي صلاة الأجبية كلمة جزيل التحنن ومش بس غني في الرحمة ناسف جزيل جزيل التحنن التحنن فهو يفتح أحضانه موضوع مش أنت تتحسن وتزداد في الفرائد التي تمارسها الفرائد هي وسائط النعم في حد مرة قال أنا ممكن أحط الموبايل في الشاحن أصحى الصبح على إي صفر ما فيش شاحن إيه اللي حصل؟ ما حصلش كونكت ما حصلش تواصل أنا ممكن أكون في الكنيسة وبخدم وما فيش كونكت مش متوصل على فوق مش متوصل على الحياة المسيحية إنها الآن ساعة لنستيقص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة